انت المباراة دي انت لعبت مباراة كتير قدام عدد كبير من الجماهير ولعبت مباراة فيها ضغوط لو لك انك تنصح اللعيبة في المباراة الصعبة زي دي في نهاية بطولة وسط يعني هيبقى حوالي 80 ألف مشجع في المدرجات انت تقول لهم ايه يعني انت وانت بتكلم زميلك في الملعب بتقول لهم ايه هي احنا بنتكلم قبل المباراة قبل وبعد اه بنتكلم قبل واصناء المباراة طبعا وحتى في قودة اللابس حتى في الاجتماعات اكيد اللعبة زي ما بنتكلم اللعبة الكبيرة عليها دور في انه هم يعودوا مع بعض انهما ازاي خرجوا بعض من جو التركيز لان جو التركيز الزيادة ده هيسبب لك مشاكل في المباراة ان انت دي اكتر حاجة بتبقى في النهائيات دي اكتر حاجة في المباراة الكبيرة طول ما انا مركز زيادة عن اللزوم اكيد ابقى فيه تنشانة اكيد هيبقى فيه مزباس كتير أكيد هيبقى فيه حتى عدم تنفيذ تعليمات للمدير الفني أو طريقة اللعبة اللي احنا بنلعب بها فالخروج من الضغط ده دي مسؤولية اللعبة ومسؤولية اللعبة الكبيرة ان دايما ما بقاش متنشن فيه فرق بين ان انا مركز كويس وفرق ان انا متنشن وهي فرق شعرة بسيطة من ان انت تبقى مركز كويس جدا ومركز في المباراة كويس وعايش الجيم وعايش الراجل اللي انا هلعب عليه وعايش حتى التعليمات هتلاقي طول الاسبوع ده بالكامل الراجل شغاله على التاكتك شغاله هنلعب اول ربع ساعة ازاي لقدر لو جي فينا هدف هنتعامل ازاي لو جبنا هدف في اول مباراة هنتعامل ازاي فدايما تركيز اللعبة البعد على السوشيال ميديا دي اهم شيء البعد عن الكلام الكتير الخارج تركيز المباراة اعتقد ان كل العوامل دي هتديك تركيز بشكل اكبر هيبقى عليك ضغطات من الجماهير وده بلا شك هيبقى موجود دايما كريم في المباراة الكبيرة والعدد الجماهيري الكبير الوصول التعليمات حتى ما بيننا وبن بعض اللعيبة ميبقاش مسموع من صوت الجماهير اللي في الملعب فدي محتاجة كلام كتير جدا للعيبة محتاج بالنظرات اللعيبة خلاص الجيل الحالي انت بتكلم بقبل سبع او ثمان سنين بيلعب مع بعض الجيل الحالي محاقين بطولات كبيرة بطولة متمرسين عليها بشكل كبير اعتقد ان الهيرموني او الانسجام اللي حصل بين اللعيبة يديهم حتى بالنظرات كده في الملعب يعرف انا عايزي